حامل البيرك حامل البيرك ويجب أن يكون فيه شروط أولا القوة الجسمانية اثنين الذكاء بحيث إذا جاء القائد طبعا هو في الجاء اليسرى يضع القائد على يده اليمنى ويكون مثلا في البيرك حبل أو شيء يستطيع أن يثبت هذا الحبل علشان لو جاء هو ولا جاء شيء ما يطير العلم من إذا جاء القائد فإذا أمسك بهذا البيرك أعطاء الراحة أيضا كما قلت يحفظ الشعر يحفظ الكلمات بحيث يعني يؤدي معهم وأيضا الإذن التي تستطيع أن تمشي على الإيقاع الطبل يعني مهو بإذا جاء القائد لأنه ما يعرفه عرض ويروح يمين ويحوس نفسه لا لا بد أن يكون عندها القدرة على التمايل مع الصفوف وأيضا يشيل معهم نفس الشيلة يكون حافظ للشعر ويشيل معهم علشان يضبط الإيقاع الإيقاع الأرض ونفس التمايل أو يسمونه النز يمين ويسار وأيضا يكون أيضا يعرف متى ما ذكر القائد وارتفعت الصفوف أيضا يرفع صوته ويستطيع التلوين الصوتي مع القصيدة أيضا يكون حاضر الذهن يعني لا يكون شارد يكون حاضر الذهن بحيث ينتبه إذا شاف القائد تحرك أو كذا يكون حاضر الذهن نبيه لا بد يطالع عينه للقائد وعينه للمنصة إذا موجود قائد أو موجود كذا عينه إذا ما أقبل يعرف متى يضع البيرك هذا أيضا في وقت الملك فهد أصبح العلم الرسمي في مكتب سموه يوجد سيفين ونخلة شعار المملكة العربية السعودية توجد في هذا العلم وكما قلت أيضا العلم يكون إذا وضع في مكتبه وكذا يكون أرفع أو في محاضرة يكون أرفع من المحاضرين لا يكون تحت يكون أرفع قليلا من المحاضرين